سيدنا أنا الوالد قريب كان للحادثة الرجال حتى كان بوقتها عسكري يعني بلد وقضاء الدجيل منطقة زراعية بحتة جداً يعني أثناء الاتحاقاته كان بالدوام يأخذوا دورات خارجية يقول من نطير بالطيارة يقول لبيوت الداخلية ما القضاء لا نرى من كثرة الخضار والنخل والهادي قبل موضوع التجريف وكذا قبل موضوع التجريف بفترة معينة النظام المقبور كان عنده بالذات الوالد يحكي لي أنا معاصر الفترة كان عنده خطاب بالدجيل خطاب بالدجيل استدعبي اللي يلبسوا بالعسكر حرب إيران صح فدعاهم لشكرهم ومعرف شنو هاي الأمور فكان بذلك الوقت شيعة بلد وشيعة الدجيل حصراً ما يسمى بذلك الوقت حزب الدعوة تمام حزب الدعوة كان ذلك يعني بذلك الوقت معارض للنظام البائد جهات معارضة جدية يعني معارضة معارضة قوية أول أول ناس جاهد أي فالنظام البائد النظام المقبور كان يعتبر أي هذا الحزب حزب ارهابي لعنة الله عليهم كان يعتبر حزب أي فخلال لقاءة مع بعض العوائل وبعض الأشخاص بعض الأشخاص اللي عند العوائل بهم التحقوا للجيش مال إيران وهاي السائل فراد يشكرهم فأثناء هذه الحادثة كان أكوا موجودين ناس من ضمن المعارضة بالدجيل هناك موجودين يعني تقصد من حزب الدعوة الإسلامي من حزب الدعوة تمام فسووا عملية بأن رادوا يختالون يعني رادوا يختالون أي بيوم اختيال صدام وصاب الدجيل بيوم الاختيال بالحادثة نفسي أي هناك أستاذ أحمد نعم نعم بالحادثة نفسي فخلال ما كمل لقاءة وخطبته أخذ الموكب مالتا ويرجع إلى بغداد فمن البساتين اللي كانت بين بلد والدجيل وغاد الدجيل هذه كانت كلها بساتين مناطق زراعية بحتة تمام فطلعوا من بين النخيل تسعة إلى عشر أشخاص لاختياله وصارت بيناتهم يعني صارت بيناتهم صارت بيناتهم صارت بيناتهم مقابل مواجهة بعد مواجهة دامت تقريبا ثلاث ساعات أربعة أبو زينب أربعة ساعات تقريبا دام السيد مواشره فصال هنا جرحة وقتلة واللزمة والغير اللزمة أخذ الموكب مالتهوة حتى مات بوقتها ماتوا اثنين اثلاث من الحراس الشخصيين إلا القريبين لنظام الوقبور فراح رجع للبغداد بعد فترة تقريبا دز على عوائل كانوا منتمين الحزب الدعوة حسب المعلومات التي جتهم أخذ عوائل زلمها ما يقارب في ذلك الوقت أربعمائة رجال تقريبا إلى نساء تقريبا إلى أطفال وأخذ بهاي العوائل من الدجيل وإجنوب البلد وراها ورا ما أخذ هذه العوائل حكمهم ببغرد حكمهم ببغرد بعدين النقلة والصحراء أعتقد صحراء الغربية أو صحراء الجنوب يعني الشحيات وغير أمر هنا في ذلك الوقت صارت ما صارت من أحداث ما أسعدهم من أخذ العوائل وراها أجدت تجريف الأراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر